سريعاً ونروح على الألعاب الأخرى في النادي الأهلي وحصاد الأسبوع الحالي في بطولات النادي الأهلي في فوز النادي الأهلي على فرق كتيرة جداً في معظم الألعاب هنبدأ بأول حاجة النهاردة الليعبة الجماعية كرة اليد المحيارة كل جماهرنا يعني نقول تعباهم قلقاهم لكن نقول الكلام المهم ليهم أن النادي الأهلي بخير إن شاء الله أولادنا لسه راجعين من بطولة العالم عارفين إن النتائج مش على ما يرام لكن إن شاء الله بإذن الله لازم الكرفي بينزل شوية وبتدي يطلع مرة تانية في سبع لعيبة في النادي الأهلي في منطقة مصر أكيد المرحلة الجاية هتشهد تطور في الأداء أحسن من كده نروح نشوف النادي الأهلي في كرة اليد للدرجة الأولى عمل إيه النادي الأهلي لعب على الأولمبي الأسبوع اللي فات ويكسب 26-25 في دوري المحترفين طبعا زي ما قلت لكم الناس مش متطمنة وجمهير الأهلي مش متطمنة على فريق كرة اليد لكن أقول لكم إن فريق كرة اليد القادم عندنا موشط مهمة جدا النهاردة اتعادلوا مع الجيش ونفس الكلام إن الجماهير يعني متضايقة برضو زعلانة لكن بقولهم اتعادل برضو مع جيش نهاردة 22-22 الجيش فريق قوي الجيش فريق منافس لكن بقول لكم النادي الأهلي في المرحلة اللي جاية بيشهد تطور مختلف زي ما أعلن كابتر أوف عبدالقادر إن في مفاوضات رسمية مع علي زين لعب نادي الشرق أو لعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق للانضمام إن شاء الله بإذن الله لفرية الأهلي في مباراة السوبر نتمنى أن المفاوضات تنتهي قريب جدا وإن شاء الله كده نطمن جماهيرنا وقريب جدا برضو ممكن يكون إعلانة عن صفقات تانية تساعد فريق النادي الأهلي إن شاء الله في بطولة السوبر وكاس أفريقيا القادم بإذن الله المجرسة تقام في المغرب بإذن الله في شهر تقريبا نصف أربعة اللي جاي هنروح سيب فريق الدرجة الأولى ونروح ليه دوري المرتبط موليد تبانية وتسعين هنلاقي إن النادي الأهلي بيفوز زي قدامنا عن نتيجة نشوف نتائج فريق المرتبط موليد تبانية وتسعين دوري المرتبط الأهلي بيفوز على الزمالك تلاتة وعشرين تسعة عشر وفي كاس مصر دور التمانية بيتأهل الفريق إلى دور الأربعة بالفوز على نادي جزيرة السبعة وعشرين ستة وعشرين ولو روحنا الدوري المرتبط للمحترفين اللي هو موليد ألفين الأهلي بيفوز تلاتة وعشرين اتنين وعشرين على نادي الزمالك تعالوا نروح لتقرير للكابتن يحيى يوسف بعد مبارات الزمالك نشوف قال إيه هو لعبين وترجعون لنا مرة تانية الحمد لله طبعا للفوز النهاردة على فريق كبير زي فريق نادي الزمالك فريق برضو بنفسنا على بطولة الدوري السلادي هو وناديه اليوربس نحمد ربيه الحمد لله شهد الأولاني كان ماشي سجال بيننا وبينهم حصل بعض الأخطاء عندنا الحمد لله وما طولة الشوت الأولاني تريد فرق واحد لهم بس الشوت الثاني الحمد لله بين الشوتين اتكلمنا مع الولاد وحفزناهم وقللنا من الأخطاء شوية في الشوت الثاني فالحمد لله ربنا أكرمنا بعد عشر دهائق من الشوت الثاني الحمد لله ركبنا المباراة وفعلة اثنين وثلاثة واربعة ومشي السكور ده لغاية نهاية المباراة وخلص الحمد لله عندي غيابات هي إصابات جوه الفريق أصلا يعني هما بلعبوا أصلا طول المارش ده والمارش اللي فابتا عليهم بيصوماتش الكاس بتاع أول مباراة ده فعليهم لوت جامد جدا طول المارش اللي أنا أنا متلعبين ثلاث مارشات في أسبوع ده ومارشات تقيلة فده حجم تقيلة على اللعيبة أصلا ذات نوم قلنا لهم بنشوتين إن نقلل الأخطاءنا اللي إحنا حصلت أصلا في اللجوم التصويب بتاع لازم يكون التركيز في على 6 متر والتركيز نقلل المساحات بتاعتنا في الدفاع عشان هما بينزلوا علينا بفرودين بنعبوا خمسة أو سبع على ست مدافعين عندنا فقلنا قايلين مبارح هما بيعملوا إيه فعشان كده الحمد لله كانت بالنسبة كبيرة جدا أخطاءنا في الشرط التاني كل ما تقلل أخطائك كل ما تدافع قوي كل ما تكسب ماشي فرق اللي بتدافع هي اللي بتكسب الحمد لله احنا دفعنا في الشرط التاني أحسن من الشرط الأولاني وكان الولاد بيسمعوا الكلام كويس أو بينافزوا التعليمات والحمد لله اللي هو ربنا أكرمه والحمد لله كمان وورانا حالس كان كويس نهاردة طهى وكان حميد برضو حميد ده منتخب ألفين وفريق ألفين عندنا للأهلي صدر بدين جزائف في وقت مهم جدا بشكر اللعبة جدا 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 نهاردة تعبوا وهم تحملين بالهم بصراحة أسبوع معايا وهم مصابين فالحمد لله لهم ادريوا يخلاص المشفى الاربع لنا الحمد لله على الماضي نهاردة وطبعا ألف مبروك للنادي وجمهور النهاردة كان ماضي مهم جدا نازلها لك فرقة كوية وطبعا أهله ز amongك ماضي بدأ صعب في أي لعبة ماضي كامم في مصر فهو ماضي كان صعب النهاردة الحمد لله عариفنا ندير الماضي يشول التاني فرق عارفنا زيال ندافع عزيال نجري على الفرقة بنا نبحكمين في ريط من الماضي أحنا اللي بنتحكم في ريط من ماضي أمتى نجري؟ امتى نقف؟ امتى نلعب؟ امتى ندافع؟ طبعا أهلي مجتم II جداhäng عارفنا ندير الماضي يشول التاني كويس ماتش النهاردة بعيدة عن الدوري وبعيدة عن الحسابات كلها هو ماتش يعني حاجة تانية خالص بعيدة عن الدنيا أهل وزمالك كمان إنه هو على ملعبنا ده بقلنا كتير أو بقلنا سنتين إن أهل وزمالك مش بلعبوا لا عندنا ولا عندهم فالماتش كان بالنسبة لنا النهاردة كان يعني على ملعبنا بعد ثلاث سنين مش بلعبهم على ملعبنا فكان فكرة إن إحنا نخرج من الصالة عندنا إن إحنا خسرانين طبعا كانت مرفوضة يعني بشكل كبير بدأنا المطش يعني الشوت الأول ما كانش الأداء اللي إحنا كنا مستنيينه خرج كسبانين هم فرق واحد الشوت الأول الشوت التاني بين الشوتين ابتدى الكابتن يقول لنا على الحاجات اللي نقصونا وعلى الحاجات اللي معطلونا شوية في الملعب زبطناها الشوت التاني الحمد لله هم كمان وقفوا بدري يعني إحنا وصلنا المرحلة عدناهم يعني تلت أربعة جوان هم ابتدوا يستسلموا من بدري فالحمد لله المطش خالص يعني سهل الحمد لله كل توفق من ربنا طبعا أكيد مطش كان مهم مطش كنا نحطينه في حساباتنا يعني سواء أصلا بعيد عن دوري بعيد عن أي حاجة أهل وزمالك بيبقى مطش الواحده كأنه مطش بطولة حتى لو الفرقتين مش هنفسوا على الدوري بس كأنه مطش الواحده بطولة فأكيد كنا نحطينه في اعتباره ده أهل وزمالك في نفس الوقت في الدوري هنمشي معنا في الدوري إحنا دوقتي عطار المركز تاني هم ورانا ويعني عاملين نحن دي خطوة لبداية نحن خلاص إن شاء الله بإذن الله يعني حطين في اعتماره ناخد الدوري بإذن الله